بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردغان في إفطار رسمي بالقصر الرئاسي في شهر رمضان المبارك عام 2015 إلى جمهور عريض من مواطنيه فقال إن الأتراك البيض يصفونكم ويصفوننا بأننا زنوج أتراك وأنا فخور بأنني زنجي تركي نتابع معكم معلومات وحقائق ربما تستمعون إليها للمرة الأولى يتحدث عنها محمد مختار الشنقيطي تحت عنوان الأتراك البيض والأتراك السود يتابع الشنقيطي كما تحدث أردغان مرة إلى الجمهور التركي قائلا بهذا البلد يوجد تمييز بين الأتراك البيض والأتراك السود وأخوكم رجب طيب أردغان يقصد نفسه ينتمي إلى الأتراك السود وكان أردغان في بداية حكمه رئيسا لوزراء تركيا صرح عام 2002 بأن المسلمين المتدينين هم سود تركيا ووصف نفسه في خطابات وتصريحات أخرى بأنه تركي أسود وربما تكون مصطلحات مثل الأتراك البيض والأتراك السود غريبة على مسامع القراء العرب لكنها ليست غريبة على الساحة السياسية التركية وهي مصطلحات مهمة لإثراء الجدل الدائر حول العنصرية في تركيا هذه الأيام وفهم العنصرية التي يعاني منها الأتراك أنفسهم في وطنهم وهي أعمق جذورا وأشد رسوخا من العنصرية ضد العرب والأفغان والأفارقة وغيرهم وقد صدرت دراسات أكاديمية مهمة باللغة الإنجليزية عن ثنائية الأتراك البيض والأتراك السود منها دراسة الأكاديمية التركية صيدة ديمير ألب الأتراك البيض والأتراك السود الانشطارات العميقة وراء التناقض الإسلامي العلماني الصادرة عام 2012 ودراسة الأكاديمية الألماني كريستوف رام ما وراء الأتراك السود والأتراك البيض رسالة النخب التركية الدائبة في تحضير مجتمع متنوع الصادرة عام 2016 إضافة إلى دراسة المؤرخ التركي دوغان غورينبيار المثقفون والأتراك البيض وأبناء الأرض الحياة العقلية في الفكر التركي المحافظ الصادرة عام 2018 في هذا المقال نسعى إلى إضاح جوانب من المعادلة الاجتماعية التركية عسى أن يدرك القارئ العربي أن العنصرية والتعامل الاستعلاء في تركيا ليس موجهين في الأصل ضد العرب أو غيرهم من المهاجرين بل هما موجهان قبل ذلك وبالدرجة الأولى ضد القطاع المحافظ المتدين من المجتمع التركي وأن لهذه الظاهرة جذورا تاريخية وبنيوية تتجاوز الأحداث السياسية العابرة وعسى أن يدرك المهاجر واللاجئ العربي في تركيا أن لديه حلفاء من الأتراك الذين عانوا من التهميش والتحيز من قبل فيضع يده في أيديهم بدلا من الوقوع في مزالق التصطيح المخل والتعميم المضر باتهام تركيا كدولة أو شعب بأنه كله عنصري لم يقصد أردغان بطبيعة الحال ظاهرة التمييز على أساس اللون أو العرق حين تحدث عن الأتراك البيض والأتراك السود وإنما قصد بهذا التعبير المجازي نوعا آخر من العنصرية الثقافية والتمييز الاجتماعي كثيرا ما عانى منه جمهور مواطن تركيا المعاصرة أتراكا وأكرادا وعربا وغيرهم على أيدي نخب علمانية متغربة تعامل مجتمعها المسلم بكثير من الإزدراء والاستعلاء كما قصد أردغان أن يشبه هذه النخبة المغربة وتعاملها مع القطاع المتدين من الشعب التركي بالمعاملة العنصرية التي كان البيض الأوروبيون في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا يعاملون بها مواطنيهم من أصول إفريقية ترى الأستاذة صيد ديمير ألب أن المجتمع التركي المعاصر منشطر منذ تأسيس الجمهورية عام 1923 إلى أتراك بيض وأتراك سود ذلك أن بعضا من النخب الحضرية المتغربة في تركيا المعروفة بمصطلح على أتراك البيض تصر على الاستئثار بالسلطة والثروة بل ترى أن ذلك هو الأمر الطبيعي الذي لا يجوز الاعتراض عليه وتتعامل مع مجتمع العمق الأناضول المحافظ باستعلاء واحتقار يسعى الأتراك البيض إلى التميز عن مجتمعهم المسلم العريض في نمط الحياة والمظهر وحتى في نبرات الحديث وكأنهم يعيشون في كنتون سويسري حسب تعبير الأستاذ كمال أزدورك الرئيس السابق لوكالة الأناضول للأنباء وهم مرتبطون وجدانيا ومصلحيا بالغرب ويكادون يخرجون من جلودهم ليصبحوا أوروبيون ويتمسك هؤلاء بالزعم أنهم طبقة متحضرة وأن من سواهم من أبناء المجتمع العريض همج أو أشباه همج تتركز نخبة الأتراك البيض تقليديا على سواحل البلاد الغربية مقابل المجتمع الأناضول العميق في وسط البلاد الذي يشكل غالبية الشعب التركي وعمقه التاريخي وهي تقليديا داعمة للجيش والحكم العسكري وراضية بالتباعية الاستراتيجية للغرب كما أنها تستخدم سلاح التشهير والتحقير ضد مواطنيها الذين يتمسكون بهويتهم الدينية وقيامهم الاجتماعية الأصيلة وقد انتشرت مقالات صحفية خلال الأعوام الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية تسخر من هؤلاء المواطنين المتدينين الذين يلوثون سواحل إسطنبول الجميلة صحبة زوجاتهم المحجبات وعاداتهم المستهجنة في الأكل والشرب حسب رؤية النخبة العلمانية المتغربة ووصفت إحدى الكاتبات بلغة عنصرية فجة ساحل إسطنبول بأنه لا يشبه الجزيرة العربية فحسب بل يشبه إثيوبيا أيضا وسقر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض من الرئيس أردغان مرة قائلا إن أردغان لا يحسن الرقص الأوروبي مما يدل على سطحية النخب المتغربة الزائفة في تركيا شأنها شأن النخب المتغربة الزائفة في العالم العربي لكن تطور الديمقراطية التركية خلال العقدين الأخيرين بعد التيه السياسي والانقلابات العسكرية الموسمية التي تشبه الثورة المضادة العربية اليوم فتح الباب للمجتمع الأناظولي العميق بقيمه الإسلامية العريقة ليزاحم النخب المتغربة على مغانم السلطة والثروة ويرجع الفضل لله أولا ثم للرئيس أردغان وحزب العدالة والتنمية في كسر هذا الاحتكار والاستعلاء فقد قاد أردغان منذ وصوله إلى السلطة ما سماه ثورة صامتة ضد النخب المتغربة المستعلية على مجتمعها وفتح بواب السلطة والثروة للجمهور العريض من المجتمع الأناظولي المحافظ العميق وأوصل خدمات الدولة إلى كل بقعة من البلاد بعد أن كانت شبه محصورة في الحواضر الكبرى بل في بعض أحيائها فقط لكن سيطرت أردغان وحزبه على القيادة السياسية لم يكسر شوكة الأطراك البيض الثقافية وسطوطهم الإعلامية وتمسكهم بحقهم التاريخي في احتكار صياغة الدولة والشعب على هواهم والملاحظ أنه كلما توسعت الديمقراطية التركية ونضجت وشملت مزيدا من القطاعات الاجتماعية التي كانت مهمشة في الماضي زادت عصبية الأطراك البيض وتضاعف تعصبهم ضد الهوية الإسلامية والقيم الاجتماعية الإسلامية التي جلبت قطاعات اجتماعية عريضة إلى الحلبة فزاحمتهم بالمناكب وكسرت احتكارهم للسلطة والثروة والمكانة كما يلاحظ أيضا أن نخب الأطراك البيض سعت في الأعوام الأخيرة إلى توسيع قاعدتها الاجتماعية بطريقة انتهازية فتلونت بلون طائفي وعرقي بعد هيمنة أبناء الأقليات على قيادة بعض أحزاب المعارضة الكبرى فنشأ حلف بين الأطراك البيض من الكماليين التقليديين مع بعض أبناء الأقليات الدينية والقومية في تركيا كما رأينا في الانتخابات الأخيرة وأصبح عداء هذا الحلف للثقافة الإسلامية واستعلاؤه على المجتمع الأناظول التقليدي موقفا طائفيا فجا لكنه يتسطر بسطار القومية والعلمانية ويشبه الوضع التركي من هذه الزاوية بعض الظواهر في العالم العربي حيث تكشف أن الشعارات القومية والعلمانية غالبا ما تكون مجرد لبوس شفاف تتسطر وراءه الأقليات المدللة لتمططي ظهر الأكثريات المغفلة كما يشبه أيضا تحالف النخب الزائفة المستعلية على مجتمعاتها في العالم العربي مع الاستبداد العسكري لأنه يساعدها على تجميد الحراك في السلم الاجتماعي واستمرار الاستئثار بالسلطة والثروة فإذا كان في تركيا أترك بيض وأترك سود ففي الدول العربية عرب بيض وعرب سود ولا أقصد هنا اللون والعرق رغم وجودهما وإنما أقصد المعنى السيسيولوجي حيث تتأثر نخب زائفة متغربة بالسلطة والثروة في عدد من الدول العربية وتحاصر بقية المجتمع بالفقر والقهر بل وتعامله بازدراء واستعلاء وتدعم الإنقلابات العسكرية على الدموقراطية وتستقوي بالقوى الخارجية لترسيخ سطوتها الداخلية أما عن تحول النخب العلمانية المتغربة في العالم العربي إلى التخندق الطائفي كما يحدث الآن في تركيا صيانة لمغانمها غير الشرعية فحدث ولا حرج ويكفي إلقاء نظرة على دول الجوار ومهما يكن من أمر فإن حكم الرئيس أردغان وحزب العدالة والتنمية أعاد شيئا من التوازن بين الأطراك البيض والأطراك السود وفتح الباب على مصراعيه للمجتمع التركي العريض لاستنقاذ دولته من أيدي النخب المتغربة العتيقة والتصالح مع ذاته الإسلامية كما أن حكم الرئيس أردغان وحزب العدالة والتنمية صالح تركيا مع بيئتها الحضارية والتاريخية الطبيعية بما فيها شعوب العالم العربي والإسلامي التي طالما رسم لها الأطراك البيض صورة قاتمة ونظروا إليها باستعلاء وازدراء تماما مثل ما فعلوا مع أبناء جلدتهم ووطنهم من الأطراك السود أي الطبقات المتدينة والمحافظة من المجتمع التركي إن كل مجتمع بشري فيه مظاهر من العنصرية لكن العنصرية تتشكل في كل مجتمع طبقا لمصار تاريخي خاص وتتلون بمزاج ثقافي خاص فمن خصوصيات العنصرية في تركيا التي تميزها عن بعض أنماط العنصرية في الدول الغربية مثلا أولا أنها عنصرية موجهة في الأصل إلى الداخل التركي أقصد أنها عنصرية الأطراك البيض ضد الأطراك السود قبل أن تكون عنصرية ضد العرب والأفغان والأفارقة وغيرهم وليس يعني هذا أنها لا تستهدف بعض الشعوب غير التركية لكنها في أصلها التكوين موجهة ضد الأطراك أنفسهم ثانيا أن العنصرية في تركيا مظهر من مظاهر الصراع على مغانم السلطة والثروة والمكانة داخل أحشاء المجتمع التركي كما أنها جزء من الصراع على هوية الدولة التركية ووجهتها الاستراتيجية وانتمائها الحضاري قبل أن تكون صراعا مع العرب أو غيرهم من شعوب الجوار التركي ثالثا أن المكاسب التي تحققت ضد العنصرية في تركيا خلال حكم الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية مكاسب عظيمة فقد فتح هذا العهد أبواب السلطة والثروة أمام جمهور الشعب التركي العريض وأعاد لتركيا انتمائها إلى الحضارة الإسلامية بعد أن كادت أن تنسى تاريخ شعبها العريق تماهيا مع الغرب رابعا مع كل هذه المكاسب الداخلية والخارجية لا تزال بعض نخب الأتراك البيض من النخب المتغربة ذات سطوة في الحياة العامة وهي متشبثة بمواقعها العتيقة وكلما أحست هذه النخب بسحب البصاط من تحت أقدامها زادت عصبيتها ورددوا أفعالا عنصرية متشنجة خامسا أن كون الرئيس أردغان وفريقه يحكمون البلاد سياسيا لا يعني أنهم متحكمون في الدينماكية الاجتماعية العميقة أو قادرون على منع كل الحوادث العنصرية فالديمقراطية التركية لا تزال تصارع من أجل البقاء ولا يزال أمامها الكثير لتنجزه في هذا المضمار سادسا أن القوى الطائفية الإقليمية التي هشمت العراق وسوريا تسعى أيضا إلى تهشيم تركيا من أجل كسب موطئ قدم استراتيجي فيها وكثير من مظاهر العنصرية في تركيا اليوم تغذية قوى طائفية معروفة تتسطر وراء شعارات العلمانية والقومية وحقوق الإنسان سابعا أن القوى الدولية الساعية إلى استمرار الهيمنة على المصائر الاستراتيجية في المنطقة تسعى جهدها لتغذية التوتر الداخلي في بلدان المنطقة وزرع البغضاء بين شعوبها طبقا للحكمة البريطانية المشؤومة فرق تسد وهي تغذي كل نوازع العنصرية والشقاق في سبيل ذلك لا مسوغ للعنصرية تحت أي ظرف كان ويجب رفض التمييز العنصري ضد اللغة العربية وضد العرب في تركيا سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين هذا موقف أخلاقي وإنساني لا يحتاج تسويغا ولا تبريرا والنقاش يجب أن ينحصر في الاستراتيجية المناسبة لوضعه موضع التنفيذ وبناء على ذلك نوص المتابعين العرب لما يجري بتركيا بالآتي أولا ينبغي الابتعاد عن لغة التعميم وانتهاك الأعراض الجماعية مثل القول أن تركيا دولة عنصرية أو أن الشعب التركي شعب عنصري صحيح أنه توجد عنصرية في تركيا كما توجد في كل دول العالم لكن الحديث عن ذلك بلغة تعميمية خطيئة أخلاقية وخطأ استراتيجي ثانيا ينتمي الرئيس أردغان نفسه وفريقه الحكوم والحزبي إلى ذلك القطاع العريض من الشعب التركي الذي عانى سابقا من التمييز والتهميش داخل بلده وعلى أيدي مواطنين من بني جلدتهم فهم حليف أخلاقي واستراتيجي للعرب ضد العنصرية والتمييز والتحيز ثالثا إن قسما كبيرا من الشعب التركي حليف للعرب ضد العنصرية وهؤلاء هم السواد الأعظم والعمق الاجتماعي الذي ظل مهمشا طيلة القرن العشرين ويجب مد يد العون بالتعاون مع هؤلاء بدل من مساعدة العنصريين عليهم بضمهم معهم في سلة واحدة فلا تعينوا الشيطان على أخيكم رابعا يجب أن لا ننسى أن تركيا بقيادة أردغان ضحت في دعم الشعوب العربية بعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع عدة ديكتاتوريات عربية لأقض من الزمان واستقبلت ملايين العرب المهجرين من أوطانهم فكفلت لهم العيش في أمان وحرية بعد أن ضاقت بهم بلدانهم واتهضتهم أوطانهم خامسا أن تركيا بقيادة أردغان وقفت مع الثورات العربية في ساعة العسرة وبذلت ثمنا سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا باهضا جراء هذا الموقف المبدئي والاستراتيجي المنحاز لحرية الشعوب العربية وكرامتها فلا يجوز نسيان ذلك لمجرد وجود تقصير اليوم هنا أو هناك سادسا أن التقارب الأخير بين تركيا وعدد من الدول العربية مكسب استراتيجي لمجمل الأمة يجب الحرص عليه ومن الحكمة الفصل بين الخلاف السياسي داخل الدول ضمن سعي الشعوب للحرية والكرامة والتناقض الاستراتيجي بين الدول الذي هو دمار للأمة كلها وفتح لأبوابها أمام كل عدو طارق سابعا لا تبدو الإثارات العنصرية في تركيا مؤخرا بعيدة عن سعي بعض القوى الدولية إلى استمرار الانشطار الاستراتيجي في المنطقة لكي تظل هذه المنطقة حزاما متصدعا مستباحا لمطامع القوى الدولية ومطامحها كلمة أخيرة بحق اللغة العربية لا خوف على اللغة العربية في تركيا فهي لغة باقية في الأناضول ما بقي فيها قارئ للقرآن أو صادح بالأذان فقد ظل الإسلام وسيظل درعا حصينة للغة العربية في تركيا وفي العالم الإسلامي كله وقد عبر عن ذلك الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف وهو متحذر من أسرة مسيحية عربية تركية في كتابه الهويات القاتلة فقال عندما نكون في آسيا الوسطى ونصادف علامة عجوزا على عتبة مدرسة تيمورية يكفي أن نتوجه إليه بالعربية ليشعر بالطمأنينة ويتحدث من قلبه مثلما لن يجازف أبدا بفعله بالروسية أو بالإنجليزية خلاصة الأمر أن على المتابع العربي والمسلم المنفعل بحوادث العنصرية الأخيرة في تركيا ضد العرب والأفغان والأفارقة وغيرهم أن يتسلح بفهم أدق للدينماكيات الداخلية التركية ومنها ثنائية الأطراك البيض والأطراك السود من المهم جدا فهم التشكيل التاريخي لظاهرة العنصرية في تركيا ومنطقها الداخلي الموجه ضد السواد الأعظم من المواطنين الأطراك المسلمين أنفسهم والتعامل معها بحاسة استراتيجية واعية والسعي إلى بناء تحالفات سياسية واجتماعية وثقافية عريضة في الداخل التركي ضد هذه العنصرية بدلا من الانفعال والارتجال وردود الأفعال المتشنجة التي تضر ولا تنفع وقد تزيد من تفاقم الظواهر السلبية بدلا من احتوائها في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا